مع امتلاك العرب لتراث ثري في ذنب الفقر والثورة عليه والعمل على توفير حياة كريمة تليق بالإنسان إلا أن التقرير الاقتصادية العربية الموحدة لعام 2018 يشير إلى أن نسب الفقر بالدول العربية تتراوح بين 4.8 إلى 48% بل إن الأحداث التي شهدتها المنطقة من حروب ونزاعات أدت إلى تزايد النسب لتصل إلى أكثر من 50% في بعض تلك الدول منظمة الأمم المتحدة أولت عناية خاصة بقضية الفقر حيث جاء القضاء على الفقر ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في الألفية الثالثة وجعلت يوم السابع عشر من تشرين الأول من كل عام يوما تحتفي فيه بالقضاء على الفقر إلا أن واقع الحال يشير إلى تزايد مستمر في نسب الفقر حول العالم وفي الدول العربية بشكل خاص ليبقى القضاء على الفقر تحديا ضخما بحسب تقرير البنك الدولية الفقر الذي بدت ملامحه وتركزت دراساته سابقا على الدول غير النفطية فإنه يهدد بتبعاته الثقيلة اليوم الدول النفطية الغنية بعد أزمة انهيار أسعار النفط والحروب المستمرة وجائحة كورونا التي اضطرت تلك الدول إلى الإجراءات التقشفية لمعالجة الأثار الاقتصادية النجمة عن الجائحة افتقاد الدول العربية لمشروعات تنموية على مدار العقود الماضية رغم امتلاكها ثروات هائلة جعلها في مصاف الدول النامية منذ استقلالها فضلا عن غياب الديمقراطية كنظام يتسم بالمحاسبة والمراقبة من قبل الشعب والمؤسسات الرقبية فقد عانت ولا تزال الشعوب العربية من تسلط ديكتاتوريات الأنظمة على رقابها انتشار الفقر في معظم الدول العربية مؤشر خطير وانعكاس لتراجع التنمية في المنطقة ما ينذر باستمرار المعاناة إلى الأجيال القادمة إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه من تراجع تنموي ونزاعات مسلحة